الطريق نحو ليبيا مستقرة وموحدة يكون من خلال صناديق الاقتراع وليس السلاح هذا ما تعلن عنه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دوما وفي الوقت الذي تتصارع فيه واشنطن وموسكو بخصوص تمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا وتلميحات الأخيرة باستخدام ما يعرف بالفيتو لعدم التمديد باتت الطريق في الداخل مهددة لتصبح سالكة بحذر أو مغلقة بسبب تراكم الصراعات على ليبيا تماما كالعريف الذي يراقب حركة الطلاب بين الحصص الدراسية بغياب الأستاذ وهنا في ليبيا العريف هو من يتحكم بالأوضاع وهو من يدرس أيضا لا بل هو من يضع القوانين في ظل غياب المعلم المنتظر من مليونين ونصف المليون ليبي ومما لا شك فيه أن ليبيا ومنذ عام 2011 أو إن صح التعبير قبل هذا التاريخ تعد مصدرا لمطامع عظم الدول لما تملكه من ثروات ولإثبات الوجود على الساحة الليبية في ظل ذلك الصراع ما زالت ستيفاني وليامز تحاول تصدر المشهد من خلال زياراتها المتكررة والتي تزايدت في الآوينة الأخيرة وضمن هذه السلسلة من الاجتماعات التي تجريها وليامز مع مختلف الأطراف الليبية في جميع أنحاء البلاد التقت القائمة بالأعمال المصري في ليبيا السفير تامر مصطفى في مكتبه في طرابلس وشددت خلال اللقاء على ضرورة رسم مسار واضح للانتخابات بما في ذلك تحديد موعد للتصويت ضمن الجدول الزمني لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي التي تمتد حتى يونيو من هذا العام علامات استفهام وتعجب كثيرة تراود الشارع الليبي في ظل هذا الصراع الخارجي على البلاد ويبقى السؤال الأكثر تعجباً هل باتت ليبيا مصدراً للصراعات وهل سيتحول هذا الصراع إلى ساحة حرب بين القطبين من أجل ليبيا والليبيين أم أن جوف أرضها هو السبب سنترك الإجابة للمتنفذين والمتصارعين داخلياً على ذلك ينعش الضمير ويعيش الجميع بنعيم وسلام ترجمة نانسي قنقر